رفح ان شاء الله احنا شغالين دلوقتي بنعمل اجراءات صرف التعويضات وان شاء الله برضو في خلال الايام القادمة ان شاء الله حليعمل احنا القبر السعيد اللي عايز اقوله لكل وسائل الاعلام ان احنا ان شاء الله قدامنا يعني اسبوعين ثلاثة وحنعلن عن تقدم المواطنين لمدينة رفح الجديدة مدينة رفح الجديدة ان شاء الله المرحلة الاولى بتاعتها ان شاء الله حنعلن عنها خلال الايام دي وحتسلم للمواطنين ان شاء الله في 25 ابريل فاحنا يعني في العيد القومي لمحافظة شبال سيناء ان شاء الله وده خبر سعيد احنا خلصنا كل حاجة ان شاء الله حنعلن عنها خلال الايام القادمة عشان الناس تبدأ تعجل وعايز اقول ان توجهات السيد رئيس الجمهورية ان احنا البيوت اللي هي موجودة فيه احنا بنتكلم في حوالي اكتر من 10 تلاف شقة موجودين سيد الرئيس امر انه انه البيوت دي ان شاء الله حنعلن عنها خلال الايام دي وان شاء الله حتتسلم اعتبارا في اعياد 25 ابريل ان شاء الله وده خبر كويس وانا بقول لأهلنا كلهم في رفع والشيخ زوايد لها شروطها انما اهم شرط برضو عايز اطمن بيه الناس كلها اللي موجودة اهم شرط سيد الرئيس قاله ان اصباقية اولى اهالي رفع اصباقية تانية اهالي الشيخ زوايد اصباقية تالتة بقيت مواطنين محافظة شمال سينة اصباقية رابعة اهلنا في الوادي والديرتة اللي هما موجودين رغم انه هو فيه نسبة من اهلنا من الوادي والديرتة اللي هما شغالين في وظائف حكومية او خلافه دول برضو حيخشوا ضمن اهالي رفع طالما اي واحد اه عاش في رفح ده ليه الاسباقية الاولى في الشوء اللي هي بتاعة مدينة رفح الجديد كم واحدة يا فندي اقول اكتر من عشر تلف واحد اكتر عندما البرحلة الاولى اللي احنا حنشتغل عليها اه اتنين و تمانية واربعين تلاتة واربعين عمارة العمارة فيها اه اربح تدوار فاربح شوء بستاشر ده اه اجمالي الشوء اللي هي موجود شكرا 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 شكرا